وَهَلْ بِدُنْيَا الْوَارَىٰ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ كَالْعِلْمِ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ مَوْلَانَا الْعِلْمُ يَحْفَظُ فِي الْهَيْجَاءِ حَامِلَهُ وَاللَّهُ يَرْفَعُهُ وَحِيًّا وَقُرْآنًا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وقائد الغرد المحجلين عليه وعلى آله وصحبه الطيبين أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعده فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين مرحبا بكم يا أهل الجزرية الكرام في المحاضرة الثالثة من هذا البرنامج القرآني المميز شرح متن الجزرية وكما ننويه في البداية حتى إن شاء الله يرسق الأمر في أذهانكم كل محاضرة نقوم بتقديمها إلى نهاية الدورة هي عبارة عن قسمين القسم الأول معنا نتحدث فيه عن شيء من آداب حملة القرآن من خلال كتاب اكتبيان الإمام النووي ذلك لأن حامل القرآن لا يمكن أبدا أن يكون حاملا بدون آداب حملة القرآن فنأخذ شيئا هكذا من باب التذكرة أو من باب أخذ معلومة وفائدة وأدب جريف كل محاضرة شيء يسير جدا ثم نتبع ذلك بالقسم الثاني الأساسي معنا شرح أبيات الجزرية من خلال منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه التي نظمها الإمام ابن الجزري هذه التي من تحقيق شيخنا وأستاذنا ودكتورنا الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويت نبدأ إن شاء الله بالقسم الأول في آداب حملة القرآن ومعنا اليوم في كتاب التبيان من ضمن الأحاديث والفضائل الموجودة في فضيلة تلاوة القرآن وحملة كتاب الله عن سيدنا أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة والأترجة هنا هي التفاحة طبعا نعرفين الكلمة يمكن غريبة شوية نقول عندنا هكذا في اللغة العربية العامية نقول إيه تفاحة الأترجة هذه في اللغة هي التفاحة التي نسمعها اليوم ما وصف التفاحة هذه الأترجة ريحها طيب رائحتها جميلة وطعمها أيضا جميل وطعمها طيب هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن لكن لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا رح لها وطعمها حل أي أن القرآن هنا هو الطعم هو الطعم لكن للأسف الإيمان ينقص يزيد أو بمعما أصح المؤمن عفوا الإيمان هنا هنا الطعم لكن القرآن هو الذي يبعث رائحتك الجميلة في الخلائق من حولك من حولك يبعث القرآن الكريم ريحك ورائحتك الجميلة للناس من حولك ومثل المنافق هذا ليس له الطعم طبعا لكن يقرأ القرآن انظروا حتى القرآن مع المنافق له رائحة مثل الريحان ريحها طيب لكن هذا المنافق إذا قمنا بأكل هذه الريحانة التي طعمها طيب نغش فيها نجد أن طعمها مر نظن أن طعمها يشبه رائحتها لكن بمجرد أن نستطعمها للأسف الشديد نفاجأ بأن الطعم يخالف الرائحة ليس جميلا مثلها هذا هو المنافق الذي يخالف باطنه ظاهرة ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة نبات هكذا اسمه الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر هذا الحديث في صحيح الإمام المخاري إذن أنتم فلتكن أعينكم على أول مفل المؤمن الذي يقرأ القرآن ياكم أن تكون من أولئك الذين المؤمنين كثر لكن لا يعني لم تخسر شيء إذا يعني أشممتنا ريحا طيبا إذا كنت تقرأ القرآن هنا المصفة صلى الله عليه وسلم وصف قراءتك للقرآن الكريم بأن ريحها طيب ينتفع بها المسلمون من حولك فلتكن أعينكم على هذا المثل المؤمن الذي يقرأ القرآن نحن نريد أن نكون من المؤمنين إن شاء الله الذين يقرؤون القرآن كما أنزل على رسول الله إذن هنا في هذه الدورة نحن موجودون سواء في هذا البرنامج أو في غيره من البرامج لنتعلم التجويد حتى نتلوى القرآن كما أنزل على رسول الله حتى يحق فينا هذا المثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة نبدأ في القسم الثاني معنا شرح أبياد الجازرية وطبعا نحن في الباب الأول المقدمة ونذكركم بالأبيات سريعا قال الإمام بن الجزري أذن نحفظ ونحن نعمل يقول راج عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويل والمواقف ومن الذي يرسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها هذه الأبيات الثمانية في هذا الباب في نهاية هذه الأبيات يوجد اختبار على هذا الباب إن شاء الله بعدما ننتهي من شرح هذه الأبيات يعني المحاضرة القادمة في آخر المحاضرة نشرحها إن شاء الله في هذا الباب بعدها سيكون معنا اختبار على هذا الباب الذي امتهينا من شرحه إن شاء الله استعدوا وذاكروا أولا بأول معنا في البيت الثالث والذي قال فيه الإمام بن الجزري محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه بعدما انتهى المرة الماضية الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه من هو محمد وآله وصحبه إذن كلمة محمد هنا المقصود بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطالب بن هاشم بن عبد مناف وينتهي نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في النهاية إلى عدنان عدنان هذا بينه أجداد وبينه ناس يصلون في النهاية إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم بلا خلاف إذن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من نسل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام هذا المقصود بإسم محمد هنا لكن لدينا هنا فائدة جميلة في هذا الاسم العظيم في هذا الاسم العظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول لنا هذه الفائدة محمد هو علم وكلمة علم يعني اسم من قول من اسم المفعول المضعف حمد للمبالغة يعني إي من قول؟ يعني مشكل تشكيلة جديدة هكذا نقلنا الفعل إلى اسم لكن المعنى موجود المعنى الذي تتضمنه الكلمة حمد تم تحويله إلى اسم باسم محمد تمام؟ ومعنى اسم محمد الذي كثرت صفاته الحميدة الذي كثرت صفاته الحميدة طبعا هذه فائدة في علم الصرف التي أمامكم الآن فائدة من علم الصرف يبقى فيه فرق بين حميدة الاسم منها محمود هذا الفعل حميدة الاسم منها اسم المفعول منها محمود أما حمد اسم المفعول منها محمد طيب هل هناك فرق بين محمود ومحمد مش الاتنين في اسم المفعول هكذا ونحن ندرس علم الصرف اسم المفعول هذا هو ما يعني يشبه المفعول به يدل على من وقع عليه الفعل أي كثرة صفاته الحميدة فعل الحمد موجود فيه لكن كلمة كثرة هي متبطة بشيء واحد في اللغة العربية علماء اللغة دائما يرجطون بين زيادة أعدد الأحرف في الكلمات المتشابهة يعني حمدة ثلاثة أحرف لكن حمدة كم حرف ثلاثة برضو اكتبوا لي في الدردشة كم حرف كلمة حمدة حمدة قال يحفظكم طبعا فهمنا أنها أربعة هذه الكلمة مكونة من أربعة أحرف بسبب الميم المشددة الميم حرف المشدد هذا معناه أنه هنا يوجد أمامنا حرفان زاد الحرف أو زاد العدد زاد المعنى هذا معنى المبالغة زادت عدد الأحرف إذا في فرق بين سائر وسيار سائر يسير نعم لكن سيار كثير السيخ حمدة نعم فيه صفات جميلة أو محمودة لكن حمدة لا أكثر فكلمة محمد لا كثرت صفاته الحميدة كثرت إذا ضعوا هذا الفرق في عقولكم دايما لما تسمعوا كلمة محمد أو إيه محمود فإذا أيضا ما الفرق بين محمد ومحمد محمد اسم مفعول كما قلنا لكن محمد هو الذي يقوم بالفعل يقوم بالفعل إزاي هو من أكثر من الحمد لغيره دائما ما يحمد الناس هذا نقول عنه أنت تحمدهم كثيرا هو تحمدهم كثيرا أنت تقوم بإصدار الفعل لهم لكن محمد لا يقع عليك دائما حمد الحميدين لكثرة أو لكثرة صفاتك الحميدة دائما الناس هكذا معنى كلمة محمد كثرت صفاتك الحميدة فيكثر مدحك ويكثر حمدك ونحن طبعا عرفنا الحمد وذكرنا الفرق بين الحمد والشكر في المحاضرة الماضية فارجعوا إليها وآله المقصود هنا آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنوا بني هاشم وبني عبد المطلب على الأصح وهم أيضا الذين تحرم عليهم الزكاة لأن الزكاة هي أوساخ الناس وآل النبي صلى الله عليه وسلم مطهرون من تلك الأوساخ طبعا كلمة الزكاة إنما تسمعون هنا كلمة أوساخ تظنون أنها يعني إيه زي لفظ قبيح مثلا أوساب لهذه لا ليس المقصود ذلك ما معنى الأوساخ أصلا الأوساخ يعني زي فضلات بقايا أشياء ليست موجودة فضلات ليست موجودة الزكاة هنا هذه الكلمة التي أمامنا لماذا هي محرمة على المصفى صلى الله عليه وسلم وآله لأنها أوساخ فضلاتهم الرسول صلى الله عليه وسلم منزه مطهر عن تلك الأوسخ قال الله تعالى في الأبيان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجيسة أهل البيت ويطهركم تطهر الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الزكاة قدم للرسول طعاما قال هذا هدية فأخذه الرسول فقدم له شيئا آخر فقال هذا الصدق لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية هو آله لكن لا يقبلون الصدقات هذا معنى آله وصحبه المقصود هنا جمع كلمة صحابي الصحب جمع كلمة صحابي والصحابي كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو لحظة ومات مسلما وبعض العلماء زادوا على هذا التعريف وقالوا من غير أن يتخلل ذلك ردة يعني هذا الصحابي عاش حياته لقي النبي صلى الله عليه وسلم ظل هكذا مسلما لكن جاء وقت عليه وارتدع للإسلام ثم عاد مرة أخرى للإسلام هذا معنى أن يتخلل ذلك ردة في حياته ارتد ثم عاد هذه بعض الزيادات التي زادها علماؤنا على التعريف كل مسلم اللقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فمات مسلما هذا هو الصحابي طيب من لقي الصحابي لكن لم يلقى النبي ماذا نسميه اكتبوا ليه في الدردشة لقي الصحابي هو مسلم طبعا ماذا نقول عنه جميل تابعي نعم تابعي بارك الله فيك ومقرئ القرآن مقرئ وركزوا في كلمة مقرئ هنا عشان بعض الناس يفهمون أن كلمة مقرئ هو الذي يقرأ القرآن لكن لا كلمة مقرئ هنا مختلف المعنى مختلف هو من علم القراءات القرآنية يعني كلمة مقرئ ليس المعنى في اللغة هنا وفي العلوم هنا المقصود بها الذي يقرأ القرآن لا المقرئ في علم التجوير والمصطلح هنا المقصود بها الذي يعلم القراءات القرآنية كلها العشرة القراءات العشر أو أغلبها القراءات العشر كلها أو أغلبها السبعة مثلا القراءات السبع علمها أداء يعني الجانب النظري ورواها مشافهة أدى هذه المعلومات بالمشافة نطاقها علم مثلا أن الإمام ورش يقوم بالعمل تقليل في ذوات الياء في الألف مثلا فيقول وضح هو علم ذلك ما معنى التقليل يقللها يجعلها بين 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 الإمالة وبين الفتح لا يميلها يعني لا يتجه بها إلى الياء معنى التقليل نحن لدينا درجات الفتح والتقليل الإمالة الكسر هذه هي الدرجات هكذا الانتقال من مكان للمشافة هو يعلم لكن عندما يأتي ليؤديها يقول مثلا وضحي فيقول له شيخ لا هذا خطأ نمضحي هذا معنى أداء عفوا هذا معنى مشافة ينطقها لكن أداء فهم كيف تودى سمعها من شيخي رآها قرآها لكن يأتي بها كذا بعد ليؤدي يبقى يجب على المقرئ أن يعلم المعلومة النظرية وأن يرويها وينطقها وأجيز له انظر إلى الشروط وأجيز للمقرئ أن يعلم غيره يبقى ممكن أحد يجلس هكذا مثلا ويفتح الكتاب القراءات أو يسمع شيخا مثلا على الانترنت أو على اليوتيوب ويأتي ليقلده هل هذا حتى لو قرأ القراءات كلها حتى لو علمها كلها هل هنا نقول عنه مقرئ لا يجب أن يجاز يعني يجب أن يجلس أمام شيخه ويقرأ أمام شيخه القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره وفي نهاية الختمة يقول له شيخ أجيزك بأن تعلم أجيزك بأن تقرأ القرآن وتقرئه هذه شهادة وجلس بعد ذلك انظروا الكريم بها هذا شرط مهم مش علم وخلاص احتفظ بالعلم لنفسه وجلس بعد كل هذه الشروط لحتى يعلم الناس للإقراء انفقد شرطا من هذه الشروط التي نطقتها ووضحت عليكم وهي مكتوبة أمامكم لا نطلق عليه كلمة مقرئ يبقى هذا معنى مقرئ هنا محمد وآله وصحبه ومقرئ وهنا فائدة بسبب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ناسب عطف مقرئ القرآن على الآل والصحب طبعا كلمة العطف ده لما تأكده النحو أو لما تأكده في علم النحو معنى العطف أي الاشتراك جاء أحمد ومحمد أي أحمد ومحمد اشترك في المجيء كلهما جاء أكل خالد وحمزة حمزة أكل وشاركه في نفس الأكل خالد كلهما فعل نفس الفعل محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن الحمد لله وصلى الله على على الصلاة هنا على من على نبيه ومصطفاه على محمد والصلاة أيضا على آله والصلاة أيضا على صحبه والصلاة أيضا على مقرئ القرآن وإحنا قلنا طبعا الصلاة من الله عز وجل هي رحمة الصلاة من الله عز وجل هي رحمة إبقى هنا ناسب هذا العطف الذي وجد في البيت محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن والوهد وو العطف ومقرئ القرآن لماذا ناسب هذا العطف بسبب هذا القول الحديث الذي قال فيه مصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم بعد ذلك البيت أو الكلمة التي بعد ذلك القرآن ما معنى القرآن وركزوا في هذا التعريف طبعا أيه معنى معلومات نظرية مهمة يجب أن تكونوا على براية به سواء المحاضر انتهت استطعتم أن تأخذوا وتخصلوا نسبة كبيرة منها نسبة خمسين بالمئة لابد أن تسمعوها مرة أخرى وأن تفرغوها الكلام الذي ينطق ولا يكتب والكلام المعروض أمامكم ومعظم الكلام الذي يقال هو معروض أمامكم يعني احرصوا على تفريغ المحاضرات بعد الانتهاء من سماعي بارك الله فيكم القرآن هو كلام الله المعجز هذا أول وصف قموا بتعداد الأوصف معي أول وصف للقرآن هو كلام الله تعالى المعجز ثانيا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا المتعبد بتلاوته رابعا المكتوب بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس خامسا المنقول إلينا بالتواتر سادسا المتحدى بأقصر صورة منه يبقى ست صفات حتى تعرف القرآن إذا أردت أن تعرف القرآن لابد أن تذكر لي هذه الصفات السب كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر صورة منه طبعا عندما نقول هو كلام الله تعالى المعجز خرج من كلامنا هذا كلام البشر يبقى إحنا بنحادل الكلام على كلام الله فقط عندما غرفنا القرآن بهذا التعريف وعندما نقول المنزل على قلب نبينا محمد خرج من كلامنا كل الكتب السماوية الأخرى مثلا التوراء الإنجيل الزمور المتعبد بتلاوته عندما قلنا ذلك خرج من كلامنا الأحاديث القدسية مثلا يا مثلا وإن كان معناها من الله عز وجل تمام لكن لا يتعبد بتلاوتها يعني لا نأتي في الصلاة مثلا ونقرأ حديثا قدسيا مثلا لا نأتي ونقرأ القرآن فهذا معنى المتعبد بتلاوته والمكتوب بين دفتي المصحف دفتي المصحف يعني طبعا نحن عارفين شكل المصحف من الجلد إلى الجلد من الفاتحة إلى الناس هذا الكلام الموجود بين هاتين الدفتين هو القرآن والمن قولوا إلينا بالتواتر التواتر سنأخذها إن شاء الله لكن افهموا الآن أن كلمة التواتر هذه معناها خبر من الأخبار يعني كلام مثلا قيل هذا الكلام سمعه أناس كثيرون جدا ثم بعد ذلك نقلوه لأناس كثيرين جدا ثم بعد ذلك هؤلاء الناس الجدد نقلوه إلى أناس جديدين أكثر كثر جمع كثير جمع كثير جمع كثير ونفس الكلام لم يختلف منه كلمة واحدة لم يختلف منه كلمة واحدة ويستحيل طبعا أن يجتمع على الكذبة يعني أربعين واحد لو واحد حاول يحرف في القرآن هذا سيحرف في هذه الكلمة هل كل الناس عندما يطلوه للتحريف سيركزون على هذه الكلمة بالطبع لن يستطيعوا أن يتفقوا معا على هذا الأمر أنت هنا في دولة وهذا في دولة أخرى وهذا هنالك هذا على عدد رسول صلى الله عليه وسلم فنقل إلينا بالتواتر يعني بالكثرة من النهاية والمتحدى بأقصر صورة منه جاء في القرآن كثير وكثير من الآيات التي اعتحدى فيها المولى عز وجل المشركين حتى قيل في الحروف المقطع ألف لام ميم وطاسين وطاها وهذه الحروف أنها من ضمن الأمور فيها إعجاز لغوي ولا ربما يقصد المولى عز وجل بها لربما مراد الله أن يتحدى بها العرب إذا استطعتم أن تأتوا بأحرف أقصر من هذا فأتوا فأتوا بعشر صور فأتوا بصورة فجاء ذلك في القرآن كثيرا هذا معنى القرآن وهنا فائدة جميلة جدا علماء اللغة العربية يقولون الكلام العربي ثلاثة نثر وشعر وقرآن نثر وشعر وقرآن إذن القرآن الكريم لا هو بشعر ولا بنثر النثر هو الكلام العديد الذي نتحدثه في حياتنا كلام منصورها كذا ليس منظما فإذا نظم ووضع في قوافه وأوزان شعرية وبحور شعرية ثم تنظيمه يقال عنه شعر القرآن لا هو نثر ولا هو شعر وما هو بقول شعر قليلا ما تذكرون إذن القرآن الكريم هو نوع ثالث من أنواع الكلام العربي الكلام العربي نثر وشعر وقرآن الكلمة الأخيرة في هذا البيت محبه كلمة محب هنا إذا سألتكم الآن محب إيه الهاء هذه عائدة على من هو طبعا المعلومة التي أمامكم موجود أمامكم الآن على الشاشة يجوز في فهم هذا اللفظ ثلاثة أولو تبعا للضمير هائل غيبة يعني يجب أن تقول إما أن يحب كذا أو يحب كذا أو يحب كذا وكل الأوجه جائزة اكتبوا لها كذا محب القرآن هذا وجه جميل مقرئ القرآن ومحب القرآن جميل قده وجه الوجه الثاني محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه محب جميل محب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا محب محمد نعم يبقى الأول محب الرسول ومن يحب محمد صلى الله عليه وسلم والثاني محب القرآن الكريم طيب الوجه الثالث محب مقرئ القرآن الكريم صح؟ ليس المقرئ هذا مذكر والهاء هذه مذكرة تعود على المذكر محبه أي محب القرآن الكريم يبقى يجوز هنا أن يكون المحب محب لرسول الله وهذا شوفوا اللغة العربية حرف واحدة ألها أعطى وشمل هذه المعاني الثلاثة يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب القرآن الكريم ومن يحب القرآن الكريم ومن يحب مقرئ القرآن الكريم لما تجدوا الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد أحب الصالحين ولست منه إذن من يحب الصالحين سبحان الله وخاصة مقرئ القرآن الإمام ابن جزري دعا له بالصلاة من الله عز وجل وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومعهم أيضا محبه ومن يحب مقرئ القرآن ومن يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يحب القرآن الكريم دائما اجعلوا في قلبكم شيئا للقرآن الكريم دائما اجعلوا في قلبكم شيئا للقرآن الكريم وبعدوا إن هذه مقدمة في البيت الرابع فيما على قارئه أن يعلم وبعد هذه الكلمة أي وبعد البسملة والحمد له وقال بسم الله في أول منظومة بسم الله الرحمن الرحيم وشرحناها ثم بعد ذلك قال بعد ما قال يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزلي الشافعي الحمد لله هذا يطلق عليها الحمدل وهو من أساليب النحت في اللغة العربية أن تحول الجملة الطويلة إلى كلمة اختصارا بسم الله الرحمن الرحيم نقول عنها البسملة الحمد لله نقول عنها الحمدل لحاول ولا قوة إلا بالله مثلا الحوقلة وقيل أيضا الحولقة هذا وذاك تمام وبعد الصلاة على النبي هذا معنى كلمة وبعده وهذه الكلمة كانت العرب تستعملها كان العرب يستعملونها من الخطباء وغيرهم يقولون هكذا وبعده بعدما يستفتح في استفتاح وافتتاح خطبته وكلامه أمام الناس وبعده ماذا؟ إن هذه مقدمة ندخل الآن في التعريف بهذه الأبيان إن المعلومات معنى كلمة إن هذه مقدمة أي إن المعلومات التجويدية التي حاوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى قبل أن تقرأ كتاب الله يجب أن تقرأ المقدمة كل كتاب له مقدمة كل كتاب حتى تفهم ما فيه لا بد أن تقرأ مقدمته عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ كيف أفهم ما فيه؟ ما الألفاظ التي إذا أشكل علي أعرف المراد منها؟ هذا كله لن تستطيع أن تقرأ القرآن إلا إذا بدأت بالمقدمة أي بعلم التجويد أي بعلم التجويد هذا معنى كلمة إن هذه مقدمة وهذه الجملة وبعد إن هذه المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه أي فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من الأمور المعتبر في تجويده وكيفية نبطه يجب على قارئ القرآن أن يعلم هذه الأمور قبل أن يبدأ في تلاوة القرآن الكريم حتى تصح تلاوته ويأخذ عليها أجرا كبيرا ويكون مع السفرة الكرام البررة كما بشر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو البيت الأخير معنا اليوم إن شاء الله ربما المحاضرة القادمة تكون المحاضرة الأخيرة في هذا الباب إن شاء الله ويتبعها اختبار ويتبعها اختبار إن شاء الله على هذا الباب برك الله فيكم ونفع الله بكم يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمة بفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس النففي عذب المنهلي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة